بصوا دمع الحود شكل مشكلته الشهر ده مادة فقط فقط فلوس احنا عايزين فلوس ايوه دي حايا دي حايا بصوا دمع الحود حاش بعمل ازاي دلوقتي في الناس براكحتين اللي كانوا الفترة السابقة بيمروا بمشاكل لفسية او مشاكل صحية تعبانين وزعدانين في حالة خمول مفيش حركة الحود بيصح صح ومفوق وفعلا نحسد الطاقة دي فيه صح وكده هستحسوني نشيطة جدا مفوق ومصح صح عايز ينجز حاجات كمان زي ما قلنا لو كان تعبان او بيعاني من حاجة فانشيطة ان شاء الله انه هو بيتعافة تماما الكامل ده كمان معنى حاجة انه لو كان فيه حاجة في ذكريات الحود حاجات كانت بتقلمه وبتدلق وبتزعل فهو زي ما تقولوا خلاص اخد الصفحة دي وما بقاش يفكر فيها ولا بقت بتقلمه خلاص يعني الحاجة كانت مزعلة قبل كده بتوبعه بكل ما يفتكرها يزعل لا خلاص ما بقاش بيزعل تماما طيب ايه اللي نفسه فيه الفوت؟ فلوس بس عايز فلوس كأنه الفترة دي مركز جدا مادية ازاي انه هو يحسن او يخلي الحالة المادية بتاعته على اقل حاله مستقرة مش بنكلم بصراء يعني بس على اقل مستقرة والدنيا ماشية تماما دي الحاجة اللي بيتمناها الحوت وناتف فيها ايه الحاجة اللي ممكن تساعدك يا برج الحوت؟ الهدف الهدف ومش بس الهدف بصه هو عامل ازاي ده بيسابق بيسابق الريح تحرك عايز تعمل تلوس او عايز تحسن او تخلي حالتك المادية مستقرة اجري اسعى دامد ما توقفش استغل الطاقة الفوء اللي جاتلك دي اللي هو ايه ده؟ انا بعمل ايه؟ انا ما بعملش ليه؟ فيبتدي يعمل فيبتدي يحط هدف بيسابق بسرعة جدا مش بس بسرعة جدا ده الكارت ده هو الطريق مش ممهد على فكرة هو بيعافر مش سهل يعني الطريق مستهل فا استعد انه لما ديلك عكوسات او عقبات خلاص مش لعب لا هتحدى الكارت ده في تحدي انك انت هتتحدى الظروف او الحاجات اللي ممكن تقف في وشك تمام؟ طيب ايه الحاجات اللي بتعوق الحوت؟ برضو المادة ده الحاجات اللي موقفات كأنه عايز يعمل حاجات كتير بس المادة واقفة معين حاس انه هو مادة مش مسك نفسه انه الحلال مادة مش احسن حاجة كأنه عايز يعمل مشروع يمكن عايز يعمل حاجة او يعمل استثمار في حاجة معينة والفلوس مؤثرة معين دي التحديات اللي عبد بورك الحوت الحوت كمان يعني خلينا برضو نقول النصيحة بتاعت الكارتة هو كمان حاسس انه هو عايز زق عايز يعني سأل ربنا ربنا يديله دفع او يلهمه حاجة يعني كأنه التحديات كمان اللي عنده انه نفسه في حاجة كده تمان تجيله من غير مامز المجهود هدايا من ربنا طيب مش بعيد مش حاجة بعيدة على ربنا اول حاجة محتاج تدعي كتير جدا وتاني حاجة محتاج تسعى بس واسيب الموضوع بقى خلاص طالما دعيت وطلبت من ربنا وسعيت يعني المسألة مسألة قلت مش اكتر مجد تمام ايه النتائج المتوقعة تحصل عند برج الحود بص لكارتة ده هو في معنى العادي خناء بس دي مش خناء انا شايفاها منافسة شديدة عند برج الحود لو انت كنت برر المنافسة الفتر اللي فات ساعيك واجتهادك رجام الده والتحدي اللي انت فيه ايه وصلك لمرحلة منافسة الناس بينفسوك شوفوا بيعمل ايه بصوا بصوا ازاي بصوا عيني ازاي مثلا حاجة زي كده ففي حالة منافسة ممكن يبقى فيه شوية قحقاط بس خلينا عارفين ان اللي بيحصل معا كده ده شكل من اشكال النجاح على فكرة انت خلاص بتسمع والناس ابتدت تغير منا وتبتدت تغير من نجاح وكمان المتوقع فرصة مهمة جدا بتيجي بوجه الحود يا رب فرصة الحود بيحط فيها كل امكانياته وامكانياته كتير اوي ما شاء الله بصوا دول معاه الاربع عناصر بتاعه الترو الكوباية العصب الدرهم والسيف الزكاء المشاعر القوة وكمان المادة فهتديلك فرصة باذن الله لو مشيت بالرتم ده كده انك نسعى لنفسنا بفوق انا فين انا بعمل ايه او انا ما بعملش ده ليه تمام نبتدي نسعى ونجتهد جامد جدا جدا هتوصل الفرصة اللي انت عايزك لاتحقق بيها ان شاء الله نفسك وتوصل فيها النتيجة كويسة جدا جدا طبعا الحالة المادية يعني خلينا نقول لحنا ممكن اتوقعها من عند الحوت بس خلينا نشوف ممكن دي تكون الحالة تكون كويسة بس الحوت نفسه مثلا في حاله احسن دعنا نشوف الحوت مادية من اخباره ايه وصحيا اخباره ايه مادية مش مستقر او خلينا نقول اللي جاي رايح يعني يجي به هو عارف رايح فيه نقطة خطة للصرف يا برج الحوت نقطة خطة كويسة محكمة كده للصرف عشان الامور ما تفرضش مننا صحيا كويس وعندي شايفة كمان انه الصحة النفسية عنده حلوة تمام اه وفيها نوع شكل من اشكال البدايات الجديدة فلأ فيها فعلا فيه معافية عمد الحوت وفيه صحوة حلوة جدا جدا ما شاء الله القرية كويسة استعد لفترة لو انت اكتهت يا برج الحوت فيها منافسة كويسة جدا جدا متحديات القراءة العطفية المورد الحوت المورد الحوت تمام تمام طيب حال الحوت عامل ازاي دلوقتي اعطى فين مش مش في العمو اعطى فين حزين على العمو حزين نجمال وحيد فيه هنا طاقة يعني مش كويسة حاصة الحوت كأنه الاغلب شايفة ان هو ممكن يكون حاسس بوحدة او حاسس ان هو خزل بشكل ما حاسس ان هو تخزل تمام فزي ما قلنا انتو اللي هتختار وانتو اللي عارفين حالتكو عاملة ازاي اما حالة خيبة امل انا يعني اديت في العلاقة دي كتير وفي الاخر مخدتش حاجة عنده حالة واحدة شريكو مسلا مشغول عنو فحاسس بوحدة حاسس ان هو وحيد بس طيب شريكو الحوت حالته عاملة ازاي والله هو يعني ما يفرقش عنك كتير لا بس انت اكيد حالتك اسوب يعني لو كان الموضوع فيه هنشوف دلوقتي هتبان معنا القراءة اكتر شريكك برضو شايف ان هو بزل مجهود كتير وديك تير وقت العلاقة بس ما وصلش للنتيجة اللي هو عايزها انت ما وصلش لحاجة انت بالنسبة لك بالنسبة للحوت انا وصلش لحاجة خاص انا الواحدة تمام تمام؟ شريكك احسن منك شوية انا بزلت مجهود جامد قوي بس ما وصلتش للنتيجة اللي انا عايزها او اللي انا كنت متوقعة فاحنا متفقين عن نقطة دي الشريك الحوت والحوت متفقين عن نقطة دي احنا بلا بدي كتير قوي في العلاقة دي بس ما بنوصلش الحاجة ماشي الحوت عايز اي؟ الحوت عايز حكم عايز مشاعر لو العلاقة دي لسه ما وصلتش لمرحلة الارتباط الرسمي او الاستقرار يعني فعايز انه شريكو يقدم له حب لو هي بنت انه هو يتقدم مسلا بشكل رسمي لو هو ولد ان البنت برضو تدينه شوية مشاعر توريله انا عايزاك مسلا فهو هنا الحوت عايز مشاعر وانتوا عارفين الحوت عبارة عن سفنج يعني سفنج اكده بيترغز على المشاعر فالحوت عايز ايه؟ هو عايز يعمل عملية اصلاح في العلاقة او هو شايف ان العلاقة فيها شوية ريوب هو بيفكر شكله بشكل عملي شوية فيه حاجات لازم تتزوط فيه حاجات لازم نبتدي نطورها شوية او ان احنا نصلحها تمام؟ فهو عنده نية الاصلاح الموضوع مش خلصش موضوع مش خلصان موصلتوش فيه نتائج تماما تماما الحوت شايف شريكه ازاي؟ شايف انه هو مش بيقايم الموقف صح وشايف انه هو شريك الحوت شايف انه هو مش بيقايم الموقف صح شايف انه هو بيخاف او زيال عن لزوم او انه هو ما بيخد خاطره ما بيخدش خاطره ده واحد بصه متربط واقف مكانه ما بتحرقش فالحوت شايف شريكه انه هو يعني فيه شكل من اشكال السلبية وشكل من اشكال الفزع غير مبرر انا خايف انا خايف انا خايف انا خايف يا ابني خايف من اين؟ فنبتدي نوع نتكلم مع بعض شريك الحوت شايفه ازاي؟ شايفه حد قريب جدا من قلبه وحد يعني عزيز عليه جدا ويكاد يقول يعني كأنه متربط معاه من كتر ملهمة بينهم مواده او شاف منه كل حب ده شخص شاف من حد حب دايما بيديله حب بيديله مشاعر فصورة كويسة جدا فخييني اقول لك يا مرج الحوت يعني شكل العطاء العطيفي بتاعك وصل للشركة كويسة قوي هو واخد جرعة كويسة جدا خلاص يعني حاول ما تزويتش عن كده لان شركة بيفكر بشكل عملي اكتر منك تمام؟ هو بيتكلم في خطوات 1 2 3 عايزين نصلح كذا 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 وانت واخد الموضوع بشكل درامي شوية انه لا ده ما بتهيش حاجة خالص خلينا حقانين الحوت بيأفور بحاجات كتيرة جدا والحاجة بتبقى مثلا 2% هو بيشوفها 70% بيأفور قبل فادي صورة واقعية للموضوع واتصرف على اساسها تمام؟ ما اختلفناش انه فيه مشكلة لكن مش بالسوق ده هي مش بالسوق ده تمام؟ الطاقة ما بين الحوت وشريكو عاملة ازاي انا شايفة انه هي فيها حالة حصاد ده الي كارت ده بيوحي بالحصاد انه اللي انتو شايفين ان انتو محصدتهوش من العلاقة او طاقعات اللي انتو بتطاقعينها من العلاقة وشايفين ان هي جات اقل تمام؟ او مجاتش خالص فلا هي جات او هي جاية في الطريق في حصاد لأ هتتأكد يا مجل حوت انت وشريكك انه لأ الوقت اللي انا برزالته واديته للعلاقة دي ما رحش على الارض لأ ما رحش على الارض خالص تمام؟ نستهدب الله ونستنى الحصاد جاي مفيش مشكلة كل الحكاية انه ممكن يكون فيه يعني ممكن ذكرت ده بيوحيين ان عايز نتاج دلوقتي عايز الحصاد دلوقتي حالة لا هتحسه بس في وقته يعني انه مثلا تحتاج لشريكك في حاجة لأ هتلاقيه بجنبك ومسانده كويس جدا ونفس الحكاية لشريك الحوت بس النصيحة اللي هتبحو لك يا بورج الحوت نخف مشاعر وحب شوية تمام؟ ايه الحاجة اللي يوري بيها للأحوت وشريكه الشهر ده؟ خبر حل بيسمعوا الحوت وشريكه خبر كانوا مستنيينه لعن لو عسد يكون ده الحصاد اللي اكتبتتكلم عنه والحاجة اللي مستنيها الحوت من شريكه هيحسها والحاجة اللي مستنيها الشريك الحوت من الحوت هيحسها وحيشوفها واعتقد ان الحاجة اللي هو مستنيها منك شريكك يا بورج الحوت هي التغيير في نقطة معينة في حاجة ... الشريك كان محب عليه ان انت بتدي تعكدلها او تزلحها فنفسك وا تدريبون شكرا